السلام عليكم العنصرية من الأشياء المنقوطة جدا وإحنا مفروض كعرب ومسلمين المفروض نبقاش فيه بيننا وبين بعض عنصرية أو نظرة مش كويسة كشعوب مع بعضها واحدة جزائرية قامت بزيارة المصر وبتتكلم عن تجربتها أن هي لما نزلت في الصيف وراحة الهرم تعبدتوا الكلام دا كله فمسكوها الحقيقة المصريين يعني قاموا معها بالواجب الموضوع مش كده خالص دي مجرد تجربة شخصية بتقول لو عايزين يا جماعة روحوا مصر استمتعوا بيها روحوا في فصل الشيطة ما تروحوش في فصل الصيف هي واجهة نظرها كده ليه أنا أمسكها وأقولها أنت بتدسي السم في العسل وانت بتعملي وانت بتسوي وانت كذا وانت كذا كلنا عارفين أن الحدود المفروضة علينا كدول حدود أصلا فرضها الاستعمار في داية القرن العشرين مش إحنا كشعوب فرضناها على نفسنا واضطرنا بناء عليها نتعامل عن طريق ده مصري وده تونسي وده جزائري وده مغربي وده كذا وده كذا لكن هو المفروض المسلم أخو المسلم إنما المؤمنون أخوة ده اللي احنا نعرفه فأنا مش عارفة أقول إيه ومش لقيا كلام أقوله فالمفروض أن احنا نكون أكبر من كده ويكون تفكيرنا أكبر من كده ومش أي حد يقول أي كلمة نهاجمه لازم نتفهم وجهة نظره والمفروض أن يكون في حسن نية في الموضوع لأن دي مكان سائحة يعني ما هوش حد من هنقول مغرد ولا الكلام ده كله بس فأتمنى أن احنا نتقبل الرأي والرأي الآخر مش اللي هو يا أنا يا لأ هي مصري كده لا هو الموضوع مش كده خالص يعني عادي أنا لو رحت أي مكان وفي ملاحظات وفي ملاحظات ما فيش أي مشكلة خالص بس المهم الطريقة وهي كان أسلوبها الحقيقة مهزب جدا وبتحكي عن تجربة شخصية فأرجو أن احنا نتخلص بقى من حكاية الجنسية ومن حكاية العنصرية ونبص للموضوع على أن احنا كلنا إخوات وإدينا في إيد واحدة